حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادا ولا لاعبا وإذا وجد أحدكم عصى صاحبه فليرددها عليه حدثنا يزيد أخبرنا أبن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه لاعبا جادا وإذا أخذ أحدكم عصى أخيه فليرددها عليه حدثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا أبن أبي ذئب قال حدثني عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه لاعبا جادا وإذا أخذ أحدكم عصى أخيه فليرددها عليه حدثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا أبن لهيعة عن حفصي بن هاشمي بن عتبة بن أبي وقاص عن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مساح وجهه بيديه قال عبد الله وقد خال فوقوتيبة في إسناد هذا الحديث وأحسب قوتيبة وهي ما فيه يقولون عن خلادي بن السائب عن أبيه ترجمة نانسي قنقر